أهلا بحضراتكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب تأخذ مكانها على حائط الشرف جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية الذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة حيث أضاف أن ذكرى اليوم تأتي في وقت محوري تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة وتواجه فيه مصر واقعا إقليميا خطيرا يتشابك مع ظروف دولية لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة نحتفل اليوم بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة ذلك اليوم الجليل الذي وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة يضافع عن قرامة عزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952 ويقدم حياتهم سمنا غاليا من أجل كبرياء مصر الوطني إدراكا منهم أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسمو فوقها غاية أن ما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاما تحول لطاقة تحدي تسري في قلب هذا الوطن لتعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله وكما كانت تضحيات أبناء الشرطة في الإسماعيلية محركا لدوافع الكرامة الوطنية فإن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة ومن جميع أبناء الشعب المصري في مواجهة الإرهاب خلال الأعوام الأخيرة تأخذ مكانها المستحق على حائط الشرف شرف الوطن وبطولاته فيها تضحيات نقدرها ونجلها ونتحمل جميعا مسؤولية كبرى وأن نقابل كرم الشهداء بكرم تضحياتهم بتضحية وأن نحقق حلمهم بمصر عزيزة وكريمة إلى واقع وحقيقة لأبنائنا وأحفادنا جيلا بعد جيل